وفي الحقيقة الدور الرئيسي للإعلام هو التوعية بنحط يعني عينينا أو إيدينا على المشكلة وينننبه بضرورة حل هذه المشكلة أو نتجنب الأشخاص من ظواهر هي ظواهر ممكن تكون دخيلة على مجتمعاتنا العربية أو مجتمعاتنا الشرقية بشكل عام في أنواع مخدرات جديدة ظهرت في الفترة اللي فاتت المخدرات دي في شباب كتير ما يعرفوش إنها بتدمر الخلايا العصبية وكمان بتأثر على حياتهم الشخصية كمان بشكل عام وده خلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تطلق حملة حملة مبكرة مكبرة لتوعية الشباب من خطورة الإدمان وتعاطي المخدرات خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الأنواع المختلفة للمخدر وإزاي بتأثر على صحة شبابنا من خلال الدكتورة ألفة علام استشاري العلاج النفسي والإدمان صباح الخير يا دكتور صباح الخير يا دكتور ممكن زي ما أنا قلت في البداية هي ظاهرة للأسف مش حديثة لكنها دخيلة على مجتمعاتنا في أنواع كتيرة بدأت تظهر دلوقتي في الفترة الأسيارة دي والشباب مش على علم بأضرارها وممكن اللي هو يكون بيلجأ لها كنوع من أنواع التجربة في البداية فإزاي دي بتأثر على الإنسان بشكل عام أو الشاب بشكل عام وإيه هي الأنواع الجديدة دي تحديدا طيب بس أنا أنت حضرق قلت كلام مهم أول في الأول لأنه الدور الإعلام هو التوعية صحيح فخلينا نبتدي بإن إحنا نتكلم شوية على الإدمان كمرض وإنه للأسف هو لحد الوقتي في كثير من الأفراد في المجتمع والعائلات بيشوفوا إنه هو انحراف سلوكي أكتر من إنه هو مرض فإحنا عايزين نبتدي بس إنه اللي بيتعاطى مخدرات هو مريض بمرض الإدمان وبيعاني من المرض ده ولكن هو نوع من الأمراض اللي للأسف هل أنحراف سلوكي يؤدي إلى مرض؟ هل يمكن أن أخذ المفطلحين مع بعض؟ هو مرض بيؤدي إلى تغيرات سلوكية وانحرافات سلوكية نتيجة لتعاطي المخدرات لأن إحنا سعب نلاقي شباب قبل ما يتعاطي المخدرات كانوا ملتزمين دينياً مهزب بالضبط ويقول لك ده كان زي الفل وإيه اللي جرانه؟ فمعنى كده ما كانش منحرف سلوكياً وخد مخدرات لكن المرض نفسه بيؤدي بسبب تعاطي للمخدرات لانحرافات سلوكية فبالعكس العكس وفيه ناس بيبقى عندهم بعض من الانحرافات السلوكية مرض الإدمان بيخلي انحرافات دي متفقمة ولكن إحنا عايزين نقول أنه الأول هو بيشقص على أنه مرض مزمن وللأسف هو بيعاني منه الفرد وكمان بيعاني منه أفراد الأسرة المحيطين فعشان كده بيبقى ليه مضاعفات كبيرة جداً وبالتالي بيعاني منه المجتمع فبيبقى محتاج فترة طويلة للعلاج والناس للأسف بتحاول أنها بتعاني من الوصم أو الأسر اللي بتقول أن أنا لأ عايز أخبي عايز أداري ده بيخلي الأمور تتفقم أكتر وبيقدي إلى انحرافات سلوكية أعلى فالمشكلة بتبقى يعني متجذرة كمان والشخص نفسه علاقته والمخدرات بتبقى أطول لما بيحصلش العلاج والعلاج ده موجود أنا عايز أقول بس أنه العلاج ده بقى موجود وزارة التضامن عامل 27 مكان لتقديم خدمات يعني علاج إدمان كويسين جداً بيجيب نتائج كويسة ففي الأول بس عايزين نطمن أنه المرض ده ليه علاج لأنه عدم الوعي بأنه ليه مخرج يقولك خلاص هو دخل في الإدمان حياته انتهت لا هي حالتهم ما بتبقاش انتهت لا بيبقى عندهم فرص بس لما بنحطهم في المكان الصحيح عشان ياخدوا العلاج بتاعهم وبالعكس حياتهم بتبقى بترجع يعني سوية ومنضبطة وبيبقى أحيان يبقى أحسن من الأول كمان خلينا بقى نقول أنه لما كمان الأفراد دي ما بتتعالجش فبتبتدي تخش في أنواع مختلفة من المخدرات والتجربة بتجيب تجربة يعني حب الإصارة والمغامرة بتجيب حب إصارة ومغامرة أكتر وأكتر فبيبتدي يجرب النوع الجديد المنتشر وهو الكريستالماس أو الشابو وهو ليه مسامات كتيرة وللأسف هو من أنواع الإنفيتامين اللي احنا بنصنفها في الأنواع المخدرات وهي بتدي نشاط زيادة وطاقة عالية جدا 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 يعني هي حتى معروفة شوية في الأولمبيات الرياضية بيدوا منها ساعات الرياضيين أو المدربين بيدوا المتسابقين أنواع بسيطة كده وبساعات لما بيحصل تحليل وبتلاقي بيخرجوا بيبقى عايز يضاعف من قوته البدنية وصرعته هو بيأخذها عشان بيعمل مجهود وبتخرج الطاقة دي لكن أنا أخذها وأنا متقاعس فده هي اللي بتأدي إلى إنفكشن أو يبقى فيه أضرار سريعة جدا نعم بسوا دايما الحاجات التي بتيجي على هرمونات معينة في الجسم أو في المخ هذه اللي بتلعب في الهرمونات فبتبقاش كويسة عشان كده حابين نوضح للشباب اللي يمكن بتفرجوا علينا دلوقتي خطورة هذه المخدرات وإنه إزاي من الأول خالص نمنع نفسنا وهنا ما بكلمش الأهالي لأنه ده مسؤولية فرد عن نفسه يعني لو أنا مش عارفة مسؤولية نفسي للمجتمع أنا أقدر أفيد نفسي إزاي أو أضرر نفسي إزاي دي مشكلة تانية نتكلم عليها في حلقة تانية لكن إزاي أقدر أنا النهار ده أمنع نفسي من النهية مثلا أنا أجرب دي عشان أحسن في الجيم مثلا أو أبقى أحسن في شغلي أو مركزة أكتر أو بعمل مجهود أكتر أو الحاجات دي كلها آه هي هو مثل النوع ده من المخدرات من الأنواع زي أغلب المخدرات مضر جدا جدا لأنه اللي بيدي إحساس بالقوة الشديدة جدا حواس الحواس كلها اللي في الجسم بتبقى على أكبر درجة أو أعلى درجة من اليقظة فعلشان كده بنلاقي لها مضاعفات خطيرة جدا بيبتدي فعلا يخش فيه هلاوس سمعية وبصرية وكمان ممكن يوصل لدرجة من درجات الزهان المرض النفسي يعني دلوقتي إحنا للأسف بنشوف أنه بجرعات بسيطة بيبتدوا ياخدوها من كتر ما هو مادة مخلقة يعني هو كيميا بياخدوا المادة الخام بتاعة الأنفيتامين دي ويبتدوا النهاردة يحطوا عليها مواد تانية بشكل كيميائي فده اللي بيدي ضرر رهيب لشكل غير مدروس غير مدروس وبطريقة يعني خطيرة جدا بتأثر على خلايا المخ وبالتالي بيحصل اضطرابات في التفكير في الأحكام على المواقف وعشان كده إحنا بنشوف حتى في مجتمعاتنا دلوقتي بقى فيه شوية يعني زيادة في العنف بشكل كبير جدا والحوادث اللي بيبقى فيها عنف يعني زيادة زي الدبح زي اللي فيها تقريبا بنقول أنه غايب يعني ممكن يبقى طبعا يبقى غايب عن الوعي عن متعاطي المادة دي في الأغلب هما لقوا أنه للأسف هو لحد دلوقتي التحليل ما بتطلعش يعني من كتر المهارة بتاعة الناس المؤذية يعني أو الفاسدة اللي بتساعد على انتشار هذا المخدر بين الشباب هو لحد دلوقتي لسه ما فيش تحليل بتطلع النوع ده تطلع النوع ده من المخدر يمكن لسه نوع لسه حديث ولسه حديث ومخلق يعني لسه النسب اللي مصنوع منها لسه مش متعرف عليها قوي في التحليل أو الأماكن اللي بتقوم بإجراء التحليل لكن هو دلوقتي بقوا يربطوا في الأبحاث والدراسات بين درجة العنف الشديدة جدا دي وبين المادة اللي بدأت تظهر فيه مجتمعاتنا لأنه بيبقى اللي بيجي يتعالج منها في المصاحات لأنه بيبقى على درجة عالية جدا من غياب الوعي دي اللي هي المتعرفة باسم الآيس تقريبا الآيس والكريستان ماس والشاب هو بيسموها مجموعة من المسميات في المتعرفة المسميات لكن الضرر واحد الضرر واحد والنتائج المؤذية واحدة بيلاقي الشاب بدأ يدخل فعلا فيه ضلالات بيبقى حس ان قدامه ده هيئزيه هيهجمه بيبتدي يبقى رد فعله عنيف جدا جدا لدرجة انه بيبقى بحالة سريعة جدا وبيوصل لدرجة القتل طيب ممكن شباب عاديين مع بعض جرب كده مرة مش يحصل حاجة جرب المرضي بتأدي أحسن في أي حاجة بقى هو عايز يعملها هل ممكن الشاب بيضمن من جرعة واحدة؟ لا ادمان من جرعة واحدة صعب بس الضرر من جرعة واحدة أو ظهور مضاعفات للجرعة واحدة ممكن تظهر يعني الادمان برضو بيحتاج لمراحل وخطوات عشان اقول انه ده أدمن المخدر ولكن الضرر احنا بنشوفه من خلال يعني الحياة العملية بتاعتنا في العيادات وفي المصحات انه ممكن من جرعة واحدة بيبتدي يوصل لحالة الاوفردوز اولا لا الاوفردوز اه ممكن انه بيبقى الاوفردوز ده ممكن يموت بسبب اللي هو اخذ جرعة زيادة صدر داس يعني بيحصل فعلا وفي اول مرة بيجرب لسه برضو دي حاجة عاوزين ننوح عنها هو ممكن التجربة اللي هو بيجربها دي يحصل الاوفردوز او مضاعفات يموت في ساعتها تنهي حياة اه وده من خطورة برضو النوع ده من المخدر فانه ممكن فعلا من جرعة واحدة ممكن تنهي حياته وممكن بيبتدي يخش فعلا في مضاعفات خطيرة جدا بتأثر على طريق التفكير وبيخش فعلا في حالة من الزهان يعني بنلاقي فيه ناس بتبقى حياتها شباب بتشتغل مهندس لكن فعلا في مجموعة كده بدأوا يقولونه جرب ده ده هيساعدك اكتر على انك تشتغل وتطبق في الشغل مثلا تصهر اكتر عندك مشروع ولازم نخلصه احنا نخلصه بسرعة قوي بس خد نفسين من ده لان ده هنخلينا ننجز بنلاقي فيه يعني بشكل سريع جدا بدأ فعلا يدخل في حالة من الغيابة عن الوعي ويبتدي يبقى بيسمع اصوات وبيستجيب ليها وبيتصرف على اساسها وبيخرف احنا بنلاقيهم بيبتدوا يقولوا كلام غير متناصق طريقة التفكير بتطلق بط واللي كان مفروض انه هو عايز بالتالي مش هينجز شيء اصلا بالزبط اللي كان مفروض عايز يعمله بيلاقي نفسه في مكان تاني فيه مصحة مثلا بيطلب العلاج او بيتضهور اكتر لانه بعد شوية بيبقى حتى لو حياته استمرت يعني بياخد جرعة تانية وتالتة وربعة وبيبتدي هنا ندخل فيه سلم التضهور او المرحلة الادمان دكتور هنا عاوز اسأل حياتك بما ان حضرتك يعني اشارتي الى وجود المصحة للعلاج فكرة تقديم النماذج اللي تعافت من الادمان شايفها دي طريقة او حاجة ايجابية او سلبية وبتساعد على علاج الغير ولا لا طبعا نموذج اللي هو بنسميه الفجر ده يعني حد فعلا مر بالتجربة دي وخرج منها وبدأ انه يتعافى ويقدم نموذج ايجابي دي على مستوى العالم كله في المنهجية للتعامل مع مشكلة تعاطي المخدرات منهجية ايجابية جدا لانه بالذات لو كمان لو حد مشهور او حد ليه تأثير زي اعلاميين او ممثلين او كاتبين كتاب يعني لو حد او هم احفظنا طبعا لا ربنا احميكو يعني مش المقصود خالص بس قضي دول كمان بيبقى ليهم درجة كبيرة جدا من التأثير لانه مثلا بيبقى نموذج بيدي احساس بانه لا الحياة ممكن تتغير للافضل صحيح بيدي احساس بالاجابية بريقة امل وبالامل اه فكمان بقى لما تبقى ناس عادية وده يعني طريقة متابعة في العالم كله ومتابعة كمان في مصر وكمان تبع يعني وزارة الصحة بدأت تستعملها وده حاجة من الحاجات الايجابية جدا انها الناس اللي مروا بالخبرة دي وتعافوا وعندهم الخبرات الحياتية دي وبقوا نموذج جيد جدا بيقدروا انهم يشاركوا ويقدموا مساعدة لاخرين لسه في مرحلة الاولى من المعاناة في تعاطي المخدرات يعني انا شخصيا كنت فاكرة انه اللي بيدخل في الادمان معرفش يخرج منه يعني انا اول مرة عارف انه فيه تعافي كامل من الادمان ايه التحفيز اللي بتقوموا بيه عشان تتكلموا نفسيا مع المتعاطي يعني او المتعافي من الادمان بتكلموه ازاي عشان تقدروا تحفزوه انه انت تقدر انت تقدر تبطل وتبقى عضوة فعال مرة تانية في المجتمع بتغيرونه ازاي الماينسات تعته مرة تانية اه بس هو فعلا بيبقى محتاج يتغير الماينسات احنا بنبقى ساعات بنقول كده في الكلام بتاعنا بيبقى محتاج صوفت وير جديد لانه هو قضى جزء كبير من حياته بمفاهيم مغلوطة غلط هو مصدق في انه ده نموذج حياته هو كمان بيبقى المدمن المخدرات غير المتعاطي المدمن بيبقى عنده تصور زي ما حضرتك بتقولي انه خلاص ده قدروا مستحيل انه هو يغير من حياته يتراجع وكمان بقى فيه علاقة حميمية مع المخدرات يعني هو بقى شايف ان ده جزء من وجوده فاحنا وغالبا هو بيبقاش يعني نادرا لما انا شفت بصراحة من خلال 30 سنة من العلاج مع المدمين بينه عايز يقول انا عايز اتعالك نادرا او بيبقى جاي يقولي انه عامل مشاكل كبيرة اوي لكن مجرد ما بيفوق تاني يقولي انا عايز ارجع تاني لمخدرات فمبدئيا كده المدمنين والمدمنات ما بيبقوش شايفين انهم محتاجين علاقة فلازم يبقى فيه بعض من الضغط عليهم من الاسرة او من الزوجة او من المجتمع بشكل او باخر عشان يبقوش شايفين ضرورية العلاج فاحنا بنمر بقى بمراحل كتير قوي اول مرحلة هي مرحلة الانسحاب انه لازم جسمه ينضف فقد ادي المرحلة دي تاري بحد اقصى يعني هي بتختلف من فرد للتاني لكن بحد اقصى هي 10-15 يوم ودي عايز اقولك انها فترة كبيرة ودي اصعب فترة اعتقد ودي اسهل فترة هي الافلام بيانت لنا ان تبقى فترة شهور وسنين دي اسعب ودي اسعب ما برضو للأسهل فترة لانها بتبقى بيبقى فيها بعض الالام الجثمانية لكن بيبقى فيه بياخد بعض المسكنات بليس بعض المسكنات لو بيبقى في مسحة بتبقى سهلة جدا لانه تحت رعاية طبية فيبقاش فيه اي مشكلة وبتمر بسلام كما ليه اصعب فترة اصعب فترة بيقى هي مرحلة تغيير المينسات ازاي ان انا نهارده وروتين ان انا غير روتين يومي كمان بالزبط ازاي ان انا غير المفاهيم ان هو مصدق فيها ان انا عايز اقول له انه النهارده لو انتبقاش اسيري الحاجة دي بالزبط ازاي ان انا وجودك هيبقى ليك قيمة من غير الحاجة دي ازاي ان انا هتغير مفرداتك اللي انت بتقولها هتغير طريقة لبسك هتغير ما تروحش المكان ده المدة معينة لأن المكان ده بيستسير جواك رغبتك في التعاطي حاجات كتيرة جدا إحنا بيبقى محتاجين إن إحنا نبني صوفت ويرديد فعشان كده بيبقى العلاج قايم على فريق علاجي بيبقى الشخص اللي بيقدم الخدمة دي من ضمنهم الناس المتعافين بيبقى ليهم دور مهم جدا لأنهم في مرحلة ما بيبتدوا يبقى الحوار بينهم أو طريقة التواصل بينهم سهلة بيقولوا أنا كنت في مكانك ده في الوقت ده وكت حاس بيك وعارف أنت بتفكر إزاي ومحتاج إيه النهاردة فأنا هقدم لك ده بس يا ريت تطلب أو تقبل المساعدة مني فبيبقى فيه علاج نفسي ده مهم جدا لأنه بيبقى بنشتغل كمان على المراحل اللي هي قبل تعاطي المخدرات انت وصلت لتعاطي المخدرات ليه وفيه طبعا أدوات يعني دور للطبيب النفسي وكمان إحنا بنسميه المعالج الإدماني طبعا يا دكتور يعني في النهاية نحب نقول أن الوقاية خير من العلاق مش عيب أن أنت تقع مش عيب أن يحصل لك أي نوع من أنواع انتكاسة في حياتك كلنا بنمر بحاجات زي دي لكن الصح أنك تقف مع نفسك وقفة صحة وتقول أنا لازم أقف مع نفسي ولازم أعالج نفسي ومش عيب ولازم إحنا كلنا كمجتمع نتكاتفة كلنا مع بعض عشان ما نحسس اللي دخل في مرحلة زي دي أو دخل في الإدمان لأنه دي حاجة عيب ووصمة عار عليه طول حياته لا لكن كمان الوقاية خير من العلاج لو أنت في الأول خالص صحابك لسه بيزنوا على ودانك أنك تعمل حاجة زي دي أرجوك 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 ما تسمعش كلامهم إبد عنهم تماماً ما تدخلش في الدوامة دي عشان توفر على نفسك كل ده كل شكر لك يا دكتور ألفت علام استشاري العلاج النفسي والإدمان يعني متشكرين جداً على المعلومات القيمة جداً لحضرتك زوتين بيها في الحالة النهاردة نورتين يا دكتور ألفت شكراً لك